السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيروا الكلام دائما ذاوبه بالصلاة على النبي محمد عليها أفضل الصلاة والسلام سعيدة جدا بلقياكم مجددا ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في التمصح والعافية بإذن الله وصفتنا اليوم ثلاث صلصات مختلفة وطبعا أدواق مختلفة يجب خاطر جدا سهل و سريع في التحضير اقتصاديين مكوناتهم ان شاء الله موجودة في كل بيت مئة في مئة بدون بيد بدون كريمة و بدون مايونيز ما شاء الله يجيوا لدادين بزاف ممكن ترافقوهم مع المشاوي و كذلك لصندويج ان شاء الله يلقا لرداء بتاعكم و يبقا معتمدين عندكم أكيد مئة في مئة تبع الفيديو للأخير باش تستفدو أكثر إلا كنتوا أول مرة كتشوفوني أنا زين بأذكري على قناة وصفات لديدة هابي فود بصحي لعجبكم فيديو دعمه باللايك أو الإعجاب فيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر جرس هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات اللي سهلة و بسيطة و سريعة بإذن الله ما نطولش عليكم نخليكم مع طريقة تحضير فرجة ممتعة و نبدو ب بسم الله على بركتي الله بنسبة الأول حاجة عندي كاسرولة كنضيف كأس من النشا أي الميزينة كنقابل معهم 2 كؤوس من الماء أي كأس عبرته به النشا في الأول كتعبرو به بنفس المقاس الماء بالطرر باليدوي كنزج الخالط بتاعي بارد في بارد حتى كتدب لنا هذك النشا من بعد كنحطها على النار اللي تتكون متوسطة مع التحريك المستمر ما كنزولش لي إد بتاعي من الحرك حتى كنتحصلوا عليها بهذا القاوة معده غير انتم ما تبقوا تحركوا ما تزولوش لي يديكم الحرك باش متحرقش ليكم النشا في القاعد يل الكاسرولة كيف كتشوفوا معي كنتحصلوا على هذ القاوة معده يعني ما نخليش رخيف أكتر فكنحاول نخلي على النار حتى كيتقلينا وهنا نخليه حتى كي يبرد تماماً كيف كتشوفوا معي أخواتي من بعد من بردلنا الخالط جيداً جيداً يعني كي يبرد تماماً كيف كتشوفوا معنا كينشف معنا بهذا الشكل هنا عندي واحد الخلاط كهربائي ممكن تستعملوا الخلاط ديال إيد الهند بلندر أو ممكن تستعملوا الخلاط ديال العاصير أي خلاط نتوفر عندكم اكتراحات عفوان أو تراب الكهربائي سوف نضيف الخليط كامل ديال النشا اللي عندها في حالة الخلاط هذا ممكن نضيف الخليط وتحاول تنزل تحت جيداً كي يبقى خاوي نضيف كذلك علبة ديال زبادي اللي بدون سكر أي الياغورت اللي بوزن 180 جرام أو تستعملوا علبة ديال ضانون بدون سكر نضيف الضانون أو العلبة بتاعنا ديال زبادي فكنضيف العلبة كاملة نضيف ملعقة صغيرة من الملح وكنضيف كذلك ربع كأس من الزيت زيت المائدة اللي كنتبخوا بها ومن الأحسن اللي لم توفر عندكم زيت الزيتون كتضيفوه ربع كأس بالأخص كيعطيهم واحد الماداق جميل جداً كيدي واحد الماداق اللي رائع سافي هناك نخلط الخليط بتاعي جيداً هنا عطيه والخلط أنا هنا نخلط طول مدة ثلاث دقائق بالضبط باش يلا تحصلت على قوام كريمي جداً يعني كل ما خلطتوه أكثر كل ما القوام كيبقى لكم كريمي وكيتقليكم أنتم إن شاء الله هتشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه كيف كتشوفوا معي أخواتيك فيما قد لكم إلا تحنتوا المكونات جيداً لمدة ثلاث دقائق فكتحصلوا على كريمة بهذا الشكل هذا يعني كريمية وفي نفس اللوكس ناعمة بالنسبة لها الكريمة هي الكريمة الأساسية إذا حبيتوا تسعملوه أربعة الكريمات فكتحليوا هذي الرابعة هي الكريمة الأساسية هنا عندي ثلاث صحون أو ممكن تسعملوهما في زلايف اللي متوفر عندكم كنقسم الخالد على ثلاث أقسام وكيفما قلت لكم إذا حبيتوا تستعملهم أربعة أقسام والكريمة الرابعة هي الكريمة الأساسية فهنا كنقسمهم بنفس المقاصات باش ميجينش واحد كمية كبيرة واحد كمية صغيرة بالنسبة للكريمة الأولى هنا عندي قصبر وبقدونس اللي تيكون ناعم جدا بمقاص ملعقة كبيرة من القصبر وبقدونس يعني تيكون هكذا مفرو مرقيق أكتر عندي كذلك النصف بصلة صغيرة تهي أخذت النصف بتاعها وقطعتها على أطراف صغيرة جدا كيف كتشوفوا الحجم بتاع البصلة يعني هاد البصلة الصغيرة أخذت النصف بتاعها كنقطعتها بنفس الطريقة كيفما قلت لكم يعني طريفات صغار جدا جدا هنا كنضيف البصل على الكريمة وكنضيف كذلك القصبر وبقدونس صدقوني بنسبة لهاد القصبر والبصل حتهم الكريمة وحب المدك خاطر جدا صافي كنضيف البصلة وكنضيف كذلك القصبر وبقدونس اللي تكون مفروم ناعم جدا يعني الحاجة كلما كانت مفرومة رقيقة أكتر كلما أحسن كنضيف قطرة ديال الليمون أو الحامض وهذا النصف الليمونة هي اللي نستعملها في الكريمة كاملة في الكريمات كاملة يعني نصف الليمونة كافية إن شاء الله صافي بالمعاقة صغيرة كنخلط المكونات جيدا متاعي حتى كنت تحصلوا على واحد الكريمة اللي كتجي رائعة جدا هاد الكريمة تبقى معتمدة عندكم أنا عندي رقم واحد صدقوني كتعطي واحد مدك خاطر جدا كيف كتشوفوا القوام بتاعها بهذا الشكل كندزو الكريمة الثانية بنسبة لهاد الكريمة الثانية كننسمها بالخيار المخلل أو الخيار اللي كيكون مرقد كيف كتشوفوا معايا هنا كيكون مخلل جيدا كيعطي واحد مدك رائع جدا بالنسبة لهذا الخيار كنحاول نقطعه أطراف صغيرة جدا كيف كتشوفوا معايا تقطع بتاعه يعني كل ما قطعته أكتر أكتر كل ما أحسن فحاولوا تقطعه كامل بنفس الطريقة ومن بعد فرموه أكتر يعني كل ما جاء أرقيق بزف كل ما أحسن صدقوني كي أعطي واحد كريمة واحد مدك رائع جدا كيف كتشوفوا معايا تحصلنا عليه بهذا الشكل هذا يعني تكون ناعم أكتر بالنسبة لهنا عندي اثنين حبات من فصص التوم تهو ما قطعتهم بنفس طريقة كفحل الخيار اللي قطعناه تهو كنقطعه بنفس الطريقة يعني كيكون ناعم جدا رقيق بزف كنضيف الخيار الخيار مخلل عفوا اللي قطعناه جيدا وكنضيف كذلك اثنين حبات من التوم تهوات يكون مفروم ناعم وبالنسبة لهنا كنضيف رأس ملعقة صغيرة من الفلفل اسود اي الابزار كنضيف القطارات من الليمون او الحامض كيف ما قد لكم هات النصف الليمونة انستعملها معكم في الكريمة كاملة يعني كنضيفه غير قطارات هكذا حاجة خفيفة وكنضيف لها نصف ملعقة صغيرة من الخرقوم البلدي اي الخرقوم البلدي صافي هنا كنضيج الخالب بتاعي جيدا جيدا هنا اعطيه الخلط لان الخرقوم كيبقى كل ما خلطوا اكثر كل ما كيطلق اللون بتاعه كيف كتشوفوا معي اخواتي من بعد ما كنخلطوهم زيان بزيان حتى كنتحصلوا على هاد القوام هادا او اللون يعني كيبقى محبب فهم الأحسن خلطوهم بزيان بزيان حتى كنتحصلوا على هاد الكريمة اللي ما شاء الله ولا اروع كيف كتشوفوا معي اخواتي تحصلنا على هاد القوام كريمي ولون رائع جدا وهنا ندزل الكريمة الثالثة بالنسبة للكريمة الثالثة والاخيرة هنا نسمها بالفلفل الحار طبعا اللي محبين الحار اذا خفتوا على الاطفال محبيتوش الفلفل الحار او لكم انتوما كذلك محبيتوش الفلفل الحار كتستعملوا الفلفل الحلو تهوك يعتمدك رائع جدا كتستعملوا الفلفل الحلو ايا الاصفر او الاخضر او الاحمر اللي متوفر عندكم كنقطعوا بنفس الطريقة على شرائح رقيقة جدا بهات الشكلة هذا يعني كل ما قطعتوا رقاق اكتر كل ما احسن صفي هنا كنضيف الكريمة الاخيرة الفلفل الحار و كنضيف كذلك ملعقة صغيرة من البابريكا اي التحميرة اللي تتكون مملوئة جدا يعني تتكون بومبي جدا وهنا كنضيف القطارات الاخيرة من نصف ليمونة اللي تبقى لنا يعني كفما قطعتكم من نصف ليمونة استعملتها في الكريمة كاملة و بنفس الطريقة كنضيف الخليط بتاعي جيدا هنا نعطي الخلط مزيان بذن ما كدب لكم هذه البابريكا او التحميرة لانك تقاحوا بيبات فخلطان مكونات جيدا حتى كدب لكم تماما كيف كتشوفوا معي تحصلنا عليها بهات الشكلة دا يعني قوام ولون رائع جدا ومضاقوا والارواح هنا اخواتي تحصلنا على الكريمات يعني كيفما قطعت لكم و وعدكم سهلين وسريعين واقتصاديين جدا وطبعا انا خليت لكم مع طريقة تخزين بتاعهم اذا حبيتوا تستعملوهم صدقوني كيجوا كريميين لدادين بزاف وكل واحدة الدق بتاعه مضاقهم خرافي جدا طبعا ممكن تستعملوهم بالاخص او ترافقوهم بالاخص مع المشاوي الدجاج مشوي او اللحم مشوي وكدلك ممكن تستعملوهم في صندويتشات للصيف كدلك كيجوا رائعين جدا وحتى الاطفال هيشبوهم صدقوني كيجوا واحدة مضاق ولا اروح كيف كتشوفو معي كيتبقو او كنتحصلو عليهم على النفس القوام كريمي رائع جدا ما شاء الله ولا اروح اولدادين بزاف بالنسبة لطريقة تخزين اخواتي كيف ما كتشوفو معي كنضيفهم في بلاستيكات غذائيين يعني كل واحدة كنضيفها في بلاستيك غذائي وكنصرحهم تماما بهات شكلادة الى ما نتوفرش عندكم بلاستيك غذائي فكتضيفوهم في علبة ديال الزج لتتكون مغسولة جيدا ونشفة تماما من الماء هكذا باش كنحافظو على الكريمة بتاعنا وما تغمالش لنا كنضيفوهم في الثلاجة المكان بارد يعني في الثلاجة التحت في الرف اللي بارد جدا ان شاء الله اخواتي هذا الفيديو لنا الرداء والاستحسان بتاعكم اكيد ان شاء الله نخليكم في امن الله وحفظه دمتم بألف خير الى فيديو قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته